السلام عليكم اخوتي 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 اتخباركم كل شي بخير اتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية تكونوا كاملين بخير وعلى خير اخوتي اعدي لكموحا الطلب القناة بدأت غدا كالطيح والسبب هو عدم التفاعل ديالكم كنتمنى اللي يشاف الفيديو ادير لايك اذا اعجبوه ولا ما اعجبوش الفيديو ادير ديس لايك وباش القناة تقع غدا تقنص مرين معكم ان شاء الله وشكرا لكم ونبقوا مع اهم عنوين هذا اليوم اتصال هاتفي مع سوفيان بوفتيني لاعب حسنية اقاذير والمنتخب الوطني المحلي زياش يكمل رباعية اياكس وصعوده الى الصدارة زياش يوقع الهدف المئة بالهندة يعشق المطاردة تعرفت يواصلوا حضوره في حسابات بن فيكا باليحضروا في الكان امر رابط يعود الى الرياض ومعه اخبار جديدة عن اصابته مصر تتآب لقرعة الكان ووزير الرياض المصري الحفل سيكون مهيبا وتاريخيا موسيقى 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 السلام عليكم الاختفيان بوفتيني اتمنى من الله تكون بخير وعلى خير اولا اول سؤال نبقى نطرحه لك ماذا يمكنك تحدث لنا على اخر سعدادة فريق حسنية اقاذير لمباراة ضد فريق الزماليك المصري اخويا المقابلة ضد فريق الزماليك نستعد لها كجميع المباراة العادية الحمد لله احنا عارفين المسئوليين اللي علينا والدراليك واعيين بانهم خاصهم يفوزوا ان شاء الله في هذا المباراة باش سهلين المباراة ديال الايام ان شاء الله في القاهرة الان اخر حسة هي اليومة الحمد لله والمرضود اللاعبين الحمد لله هذا الموسم هذا كيبشر بالخير كنقدمه واحد كورة حديثة فارق الزماليك فارق قوي فارق تيبسم هذا الموسم على ان هو تيستحق يكون في اسطحات الافريقي فارق عنده منظمة قوية هاتش ما كنقص من القيمة ديالنا نحن كفارق حسنيت اقادير لازم علينا الفوزه ان شاء الله في ملعب ديالناق ملعب ادرار كيف مات يقول الجاميع انه عادنا مقابلة شوط الاول هنا في اقادير ان شاء الله غدين فوزوا في هذا المقابلة ان شاء الله باش نكونوا لعبين ان شاء الله الشوط التاني في قاهرة بارياحية ان شاء الله اما بس نسبة السؤال التاني فواش تركيب البشرية الحالية لفارق حسنيت اقادير قادرة انها تمشي بعيدة في كأس كاف ولما لا تفوز به وبالنسبة التركيب البشرية منذ بداية المسلم انا كنقلم واحد المرضود طيب مرضود جميل كنظن بان انا قادرين ندوزوا للطورنس النهائي ولماله النهائي ان شاء الله احنا تنجيره ماتش بار ماتش ولي فيها الخير ان شاء الله الله يجيب ما هي اخر كلمة اللي تحب تقولها الجمهور فارق حسنيت اقادير ونسبة الجمهور السوسي كنغين نقول لهم انهم يجي وعزرون فارق ديهم في اي درفية وفي جل المباراة المتبقية في هذا الموسم وان شاء الله الاخو فعل فارق حسنيت اقادير في هذا الموسم اذا كنشكرك الاخ سوفيان بوفتيني وكنت من نوم الله سبحانه وتعالى لنا فريق حسنية يفوز في المباراة واندوزوا اول خبر عندنا ارتقى اياكس امستردام الى صدارة الدول الهولندي مؤقتا بانتصار خارج ارضا الى فيليم باربع اهداف لهدف واحد حيث شارك المغربي حاكم زياج كاساسي وسجل الهدف الرابع من تسديد رائع وافتتح اللاعب فان دي بيك النتيجة لاياكس في الدقيقة 14 قبل ان يعادل فيليم عن طريق اسحاق في الدقيقة 20 لكن هدف اللاعب هلينيكس ضد مرماء عادت تقدم لاياكس في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتفوقهم بهدفي لهدف واحد ثم نجح اللاعب فيلتمان في تعزيز تقدم اياكس بهدف ثالث في الدقيقة 53 قبل ان ترك اللاعب المغربي حاكم زياج بصمته في اللقاء بتوقيع الهدف الرابع من تسديد ساروخية في الدقيقة 70 وانتهت المواجهة بفوز فريق اياكس امستردام بأربعة اهداف لواحد ليرتقي مؤقتا الى الصدار بفارق نقطة عن ايد هوبن اقفل الدولي المغربي حاكم زياج حزمة الاهداف التي سجلها اياكس خلال هذا الموسم الى مئة هدف عقب فوزه العريض بأربعة اهداف لواحد ضمن الدورة السيد اشرين من البطول الهولندية وكان الزياج قد وقع الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 70 من قديفة قوية برجله اليمنى وفي نادر الحالات مرسخا بذلك الهدف المئة لفريقه خلال هذا الموسم والهدف رقم 15 لا في رصيد هذا العام لهذا الموسم كاقوى رقم سجله باياكس في نوسم 3 على التوالي علما انه سجله في الموسم 2016 2017 سبعة اهداف وفي الموسم الموالي تسعة اهداف اي برصيد 31 هدف في 87 مباراة عن بطولة الدوري دون احتساب اهداف كأس هولندا وعطبة الابطال الاوروبية واكثر من ذلك اصبح قريبا من رقم القياسي مع تفينتي عندما سجل له 17 هدف كأقوى حصيلة في سجله التهديفي وما زالت امامه خمس مباريات للوصول الى رقمه 17 جذير بالذكر ان زياش يضمح للوصول مع اياكس الى اذادي حد في عطبة الابطال الاوروبية والتي يسهل ذهب ربع نهائي امام يوفينتوس الاربعاء المقبل لا يزال الصراع على لقب بطولة تركيا متواصلا بين باساك شهير متصدر البطولة ومطارده غلطة سراي التركية على حدود الدورة 27 اذا كسب غلطة سراي نزاله القوي امام مالتي سبور بتولاتية نظيفة واقتراب من المتصدر بفارق ثلاث نقاط في انتظار ما سيفعله باساك شهير امام قونيا سبور وكان الدولي يونس بالهند قد شارك فعاليات التولاتية بأداء جيد وسائم في عملية الهاترك والذي وقع وديان عن طريق ضربتي جزاء في الضغيرة 45 والثمانين وهدفه الثاني وقع عند الضغيرة 50 ومن المنتظر أن يواصل زحف بالهند وفريقه على الصدارة خلال المباراة السبع المقبلة لحسم اللقب يتواجد الدولي المغربي عادل تعرابت لائب بن فيكا في لائحة الفريق البغشغالي المؤهلة لمباراة بيريانسي اليوم الأحد لحساب الجولة 28 من الدوري البرتغالي وذلك بعد مشاركته اللائب كاحتياطي أمام كل من تانديلا في الدوري وسبورت انجليش بونا في الكائس ومن المحتمل أن يخد صاحب 29 سنة لقاء الغد سواء كأساسية واحتياطي في عقاب الأصداء الجيد التي ترك مشاركته في مواجهة لشبونة يوم الأنبعاء الفارط حيث دخل في دقيقة 71 من زمن المقابلة وكان تعرابت خارج حسابات الطاقمين الفني والإداري لبن فيكا على مدار أربعة مواسم وبالتحديد منذ صيف 2015 قبل أن يمنحه المدرب الحاري برونو لارجي الفرصة ويتق في إمكانياتي وقابلياتي لتقديم الإضافة أربع مشجعون نادي النصر السعودي والمنتخب الوطني المغريبي عن تخوفهم من تفاقم إصابة النجم الفريق نور الدين عام رابط لكن النتائج الفحصات الطبية التي أجرها في البرتغال بدتت كل المخاوف ومن المحتمل أن يعود للدور في المباراة المقبلة من الدورية السعودية أمام الاتحاد وعاد اللاعب المغربي إلى الرياض مساء أمس السبت وأشار مصدر موتوق ووصوا لاعب النصر نور الدين عام رابط إلى الرياض قادماً من البرتغال بعد أن أجر الأشعة الكاملة على موضع إصابته وبمشيئة الله سيكون جاهزاً لقاق الاتحاد إن لم يحدث أمراً آخر والإصابة في تحسن مستمر كما أكدت صحيفة الوئة من الفحصات أثبتت أن أمرا بط يعاني من التهاب أوطار العدلة الخلفية ما يعني أنه لن يحتاج لفترة طويلة من أجل الراحة وقد يعود للتدريب في الأسبوع المقبل على أن يكون جاهزاً للقاء الاتحاد السبت المقبل يشار أن مصدر مقرم من إدارة النصر استبعادة فكرة إرسال أمرا بط إلى السربية لتلقي علاج لدى الطبيبة مارتينا حيث تبين أن إصابته لا تدعو للقلق وسيعود للعب سريعاً تواصل مصر استعدادات لاحتضان كأس أفريقيا للأمم التي ستحتضنها أراضيها بوضع اللمسات الأخيرة على قرعة البطولة المقررة يوم 12 أبريل المقبل في مدينة الجيزا واختارت اللجنة المنظمة للبطولة إجراء القرعة بصفح الأغرامات بالجيزا بحضور مجموعة من أساطير اللعبة ورموز كرة القدم العالمية كما اتفقت اللجنة المنظمة لاجتماع مع مسؤولية الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم كاف على بعض التفاصيل الخاصة بهذا الحفل وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في وقت سابق عن وجود تنصيق مع كامل الجهات المعنية والجهات الأمنية لتأمين حفل القرعة وتفادي أي منغيصات قد تؤثر على مشروع تنظيم لكأس الأفريقية بعدما عوضت الكاميرون التي سحبنا التنظيم لعدم توفرها على بنيات تحتية لازمة ترجمة نانسي قنقر